موسيقى نحن نزد ديوانة تهرب المعيشي كنا كان خدموا في ديوانة ودولة عملتنا البادل كنا الله مالك الحمد الحمد لله بعدى يجينا خدمنا في هذا المعمل هاته حنا وقفونا ودبا مكني شي البادل معنا شي في نخدمو خسنا البادل مبارج مبارج مبارجة معنسيدنا الله ينصروا ووقف معنا ودبا هنتوا ما كتشوفوا شعن عملو دبا خسنا شي حل احنا جينا جينا خدمنا خدمنا نهارد الخميس اللي فات قالوا ناس العامة كيناشي حتى جي سلعة ويعيطونا كنا واخا ماشي مشكل نشي نضار بقينا نستنى وفي الاخر تفاجأنا قالوا ناس هالنس ده الشريكة كيرا حلو كي الزور حل ديالو من اللي جينا نشوفه جبرنا دك شي كاين ده بخصنا البادي ده بما عنا منعملو ده بخصنا شي حل توقفنا هذه عماين كنا كنا نخدمه في بب سبتا 18 عام ونا خدموا في بب سبتا شدت بب سبتا وقفنا عمقoke نحنا في ديور ديالنا مع النش المدخول ما كانت شي حاجة كل لي الموض وكلي لي القروا ودبا منلي بنت الخدمة عاو تاني ووقفونا ولكن هذه شي بزافة علينا احنا بركع لينا صبرنا ديك العمقين كامل وداب عاو تاني عاو نقلصوا مرة اخرى راهات شي بزافة علينا رهوا مرانا المسئولية مرانا ولدتنا مرانا بزاف ديال الحاجات ومن يجينا اليوم يقول لك بأنه راه المعمل ما عنده شي داخل راه لي وقفته وقفته الدولة ده بحنا بغينا نعرف اللي كين ولكن وقفته الدولة هالدولة تشوفنا بادل ولا تشوش ناعة تعمل معانا صراحة حنين عينا ما نوانطره ما قادريش نوانطره كتر من هاتشي هذا ولا يكلف الله نفسا إلا ويسعاها هم هالولاني باش دخلنا عملنا احتفال مضينا كونترا دي كونترا جابونا بواحد الزربة ما قرنا ما طعونا شي وقت باش نقرأ وشنو فيها قلزة واحدة مروا واحدة بستين بينا ولا بسبعين بينا هاتيك الكنترا ما عارفين شنو فيها واش مفتوحة ولا تستو شهور ولا دائما ما عارفين حتى شي حاجة قالوا النبي أن غادي دفعوا فينا على حسب تغطية صحية ما توصلنا بوب تغطية صحية بحتى بشي حاجة هاتشي اللي كاين أنا العلامي فاطيما منكستياخو أنا كنت ربت بيت كان خدم في الدار ديالي هيدا كان خدم العقيق مع خياطة مهم جابو لنا هاد المبادرة ديال الحملت ديال تسجيل ديال العمل سينا تسجلنا في المكاتب اللي قريب إحدانا تسجلنا عيطو علينا هاد النس ربت العمل هاد النس الكبار جينا لهاد المعمل عيطو علينا جينا عندهم استقبلونا باستقبال حار بطيبوبة يعني فتحوا لنا القلب ديالهم فرحنا جينا فرحاني رجعنا عدولي ذاتنا فرحنا بينا نعمة من نعمة الله سبحانه وتعالى نعمة لنا على الظروف لكننا نعيشه قاسية ومغرية جدا كل شيء يعرفها سنين جينا قالوا نحن سنين معكم الكنترادا من الساقسين على الكنترادا قلنا له الكنترادا شنو فيها واش محدودة ولا مفتوحة قالينا هو لا مفتوحة عمل الفتتاح سنين على ذيك الكنترادا ما أعطانا نسخة من الكنترادا موالو صفي خدامين قالينا عندكم غا تعمل لكم الوريقة ديال وليداتكم غا تعدوا تخلصوا على وليداتكم غا تشدوا البطاقة ديال الصحة يعني حنا سمعنا هاد عملنا المبلغ ديالنا مئتين وستين الفرنك مقابل تسعة ساعات ونص اللي كنخدمو في النهار يوم السبت ما كنخدموش كيعطينا نص ساعة المكلة كيقطعها علينا كيعمل لنا في الخدمة ديكس نص ساعة اللي كنا ناكلو احنا كنزيدوها في الخدمة مني على اول مرة كنا نخدمو ما قالوش لنا غا تخدمو نتيوما بالكيلو يعني خدمة عادية كنخدمو هيدا الدخلات دخلين معنا ما نقولش لكيف نيا موين مني رجعنا من وراء رمضان خدمنا مع عام الشهر الرمضان خدمنا اللوويل سبقو لنا مية وراء الفرنك مشينا قلسنا خمستاشر يوم سيفطولنا لكم على تشهر ديالنا فرحانين ونمزيانين هاد الناس مني عايطوا لنا ورجعنا طلعونا الفوق هنا كنا خدمين في السفلي وطلعونا الفوق طلعونا الفوق ما نقولش على حالة اللي كنكونو فيها السخانة بالصح الناس كي خرجوا مقتولين تسعة ساعة ونص بلا ما نحكي لكم كي 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 كونو العمال مهم قالوا لنا اه غدوا طيحوا الكيلو احنا احنا شي معالمنا شبيه عالمنا تخدمو بالنسبة لي انا كتكن خدم واحد الناس كي قولوا البيجاما قاتل خصك تطيحي تمانين كيلو في الساعة عندك مقابل سبعمية وعشرين كيلو اللي تطيح في تسعة ساعة ديالك اللي كي خدم السبانة خصو يطيح مية كيلو عنده طون يعني اضطروا العاملات اضطروا العاملات مني مطيحوش الكوالة اضطروا خرجوهم يعني مني خرجو في اخر شهر ما خلصوهمش